مرحبا معكم سامي كورجيب مع سترف الميكور وعلا سهلا فيكم بحلقة جديدة من تعليم Adobe Premiere واليوم راح نكمل درس الColoring وبالأداء Color Correction فاليوم حنحكي شوي عن الRGB Curve وكتير مهم نحكي عنه متل ما إلنا بالحلقة السابقة فخلينا نحكي شوي نركز على أكتر لأنه بفيدنا كتير للColor Correction وبفيدنا كمان للColor Regrading بالنسبة للColor Correction خلينا نشتغ عليه أنا فيني استغناء عن كل شي هون اللي عملناه هون هون Exposure, Contrast, Highlights, Shadows, White, Blacks فينا نختصرهم كلهم بالCurve هون الRGB Curve ليه؟ لأنه يحتوي على كل شي في عندي هون الRGB يعني بتحكم بالكل شي Shadows والHighlights والMettones باللون الأحمر الموجود بالصورة واللون الأخضر الموجود بالصورة واللون الأزرق الموجود بالصورة وهي دي هي الAlpha Channel يلي كل شي كل شي مرئي يعني كل شي واضح فمتل ما عدولكم إذا عالت من Shadows لفوق بكون أنا مثلا عم شيل عم بطلع من لون الأسود وإذا بروح على جهة بكون عم بروح على جهة الأسود فهيك Bright هيك Dark نفس الشي كمان عم بروح هيك Bright هيك Dark أوكي شو بقدر عامل أو شو بقدر يستفيق أو شو بقدر يفيدني الكورفز الكورفز كتير مهم يعني أنا فيني مسلا بالهايلايتس فيني أعمل أنه عالي شوي الهايلايتس وفيني آآ وطي كونترست إذا بتلاحظوا هون بالباريد خلي عينكم على هون وأنا ححرك شوي بالهايلايتس حتشوفوا إنه إذا بعلي خلوا عينكم على هيدا الشيء اللي بالنص أنا هعلي بتلاحظوا إنه ليكوا كيف تروا البيكسل عم وطي وعم عالي فما عم يتحرك شي غير إنه اللي بالنص والعلوي المنتحت هلا حنا أحرك باجهة الـ Black هون الـ Shadows هتحطوا عينكم هون هتلاحظوا إنه اللي عم يوطى هني فوق شي بسيطة متحرك لأنه الكورفز أصلا هو لازم بيعمل Smoothing لحاله يعني فبتلاقيه كيف محركت بودو ياخد الـ Shape اللي عنا هم بحرك فيه فاحفظوا الشكل بقولوا له هون معطرف يعني بلخصوه في الـ S Shape يلي هو هدا الشكل هيدا الـ S Shape بحرف اسمي سامر هو الـ Contrast وكيف ما عبت وكترت وعملت كنت عم تعطي Contrast بعكس الـ S يعني إذا أنا عملت S بالعكس كنت عم بعمل Contrast Down يلي هو الشكل بيصير أنه بعد منزل الـ Highlights بعد منزل الـ Shadows بيصير الصورة قريبة للـ HDR فهدا تقريبا فكرة HDR هيك بكون فيكم تخلوها هيك تعملوا Saturation أوكي وفينا نعمل Saturation هون كمان هوا ضعفون Saturation من تحت بالـ Saturation و بصير فيلم Bollywood عم بمزح معكم بس ايه هيك قريبة للـ Bollywood عفكرة وشوية Contrast من فوق يعني بلعب على الميلتين معك ضربة Contrast Bollywood Style تعلمت ولك جديد وسبقت سبقت سبقت فيكم طيب خلينا نرجع للـ Curves ونعمل Reset ونreset أوكي هلا بالنسبة للـ RGB الـ R يلي هو الـ Red عفوا مثلا إذا أنا بالـ Highlights شوفي عندي هون فيه بالـ Highlights منتطلع هون مثلا عندي الـ Red يلي هنشغل بالRed إذا عالي بيعلى الـ Red وزبطت بـ Beauty Red شفتوا كيف مفصولين عن بعض يعني شو ما حركت أنا بالـ Red هون بتلاقيه بس الرد عم يتحرك والأخضر مثلا هيتحرك بس الأخضر والأزرق بس الأزرق طيب شو بيقدر يفيدني أنا هون بقدر أعطي فيلم Look آآ الثاني مثلا فيني Dramatic فيني الـ Action فيني الـ شو ما كان مثلا إذا خلينا أعطي Dramatic Look لهذه الصورة Dramatic Look دايما كل واحد يعني كل واحد بقدر يعطي هو كيف بيشوف Dramatic طبعه بس هات الشيء المعترف عنه تقريبا International يلي هو Dramatic بيكون الشادو أو جهة الشادو بيكون هاك لون الأزرق بيعطي هاك يعني يعني اللي أنا بيعطي دراماتيك ممكن يعطي لها الرعب مسلا بس أنه كيف نشتغل بالـ Mid Tones والـ Highlights هذا اللي بدي أشرحه هذا اللي بدي أشرحه مثلا بالـ Red إذا أنا بدي أوطي من Shadows بدي أشيل الـ Red منه يعني إذا بشيل الـ Red من لون الشيء اسمه الأحمر أنا لما كن عم موطي لتحت مش يعني أنه أنا مسلا عم أول لون بتطلع على هيدا الـ Percentage اللي هون لما يكون Zero Percentage الأحمر فما في ما في كمية كبيرة هون يعني هو اللون هوني على فكرة بس أنا عم بدي أشرحكم إياه هون قلت بدي وضحكم شوية بس هاي كمية اللون هون فا إذا بشيل من الأحمر فبيحترقوا بروحوا يعني بكل بساطة ما فينا ما فينا ما فيني أشرحهم أكتر من هيك صراحة يعني من بعد ما شفت أنا أنه كل ما عم بتحرك بالـ RGB عم بتحركوا كل واحد لحالهم طبعا أنا شو بقدر استفيد منهم؟ بقدر استفيد كتير منهم بعطي للـ للفيلم اللي عندي من خلال RGB كمانا فا وفينا عدل ألوانها كمانا بال RGB فخليني بس فسركم كم شغلة أنه كيف فينا نحنا نضبط ألوان مثلا شادو كيف يكون مثلا قريب للـ للأزرق أو أخض مش أخضر خلينا نكون واقعيين شوي إنه مثلا نعطيه شوي أه وارم كالر للشادوز أو وارم كالر للهايلايت خلينا نركز هلأ هون مثلا أنا عندي الهايلايتس هون بشوفه بلوش يعني هكا على لون الأزرق فيني مثلا أعطيه لون أحمر بما نوعنا بالـ بالـ الـ هون كل واحد يعطيني خط على لونه بـ هون بدي زيد لون الأحمر بالهايلايتس كيف بزيد؟ نحن قلنا مثلا إذا كبرنا على جهة الـ برايتنج فبزيد اللون وإذا رحنا على جهة الدارك بكون أنا عم بشيل اللون فبالهايلايتس بدي أقرب شوي لجهة الأحمر مش كتير خلينا زيدها شوي أعطيه لون بس انتبهوا أنه أنا ما عم بزيحها على جهة شمال عم بعمل شفتنج للـ بالـ بالـ ميت تونز فلا حتى ما ما خبط هوني فينا أعمل دوت ورجع شوي لحتى يرجع اللون طبيعي مثلا هوني فيه كونين كتير هالأد يعني هزم تلاحظوا انه هالأد دقيق يعني فيني كون دقيق فيني مثلا اكتفي انه مثلا بس بعطيها شوية color وبقربها لهون بس يعني فيني يعني ما عملتش كتير غلط بس انه أنا تقربت شوي اللون بحسه مثلا ديما بتطلع هوني شوي عجلة الـ هايلايت عم تطلع بلاقي رد مسلا فيني خفف الرد شوي لحتى كون شوي كمان واقعي آآ الأزرق يمكن خفف منه شوي شو بتلاحظه خليني خفف مسلا نشوف شو بصير أكيد بحط نقطة حماية هون حتى ما ينزل منتحد خليني خفف أزرق ممكن آآ بفيد ممكن خليني مسلا ميت تونز بط شوي بالأزرق لحتى آآ بحالي كمان بحاول أنه أنا مثلا أعطي السماء لون هكي نهاري يعني شوي يكون مضوي بالضوء الشمس أه فين يزيد مثلا باللون الأحمر مثلا فين أعمل اللي بدي اياه بس اكيد ضمن الواقع احنا بعدنا بالcolor correction مش color grading بس عملنا انا التك صغيرة فينا يمكن مسلا اذا اخففت اخضر يعني ماشا الحال هلا انتو خلينا نعمل back before and after شفتو كيف فرط شوي الهيلايت يعني اعطيناها شوي المد طبع الـ daily light مش يكون بيان جاو الشتاء او غام او شي فممكن يكون هيك يعني نحنا عملنا color correction والترك الصغير من قريب وشوي color grading فكتير مهم نحنا جزقنا مسلا كل شي shadows highlights و mid tones بكل لون الـ RGB هنال الثلاثة يساوا لو يعطوا لون الابيض لو يعطوا مثلا هذا البيكسل هذا اللون مثلا مجزق من red و blue و green يعني اذا تلاحظوا انه هذا كل شي لون متكون من RGB ممكن يكون مثلا الازرق هذا الازرق اللي شايفينه مش لحاله ازرق يكون معه اخضر يكون معه شوية احمر ما بتعرفوا انه ممكن هذا اللون الازرق موجود في الازرق او الاخضر كيف بتعرف يعني فينا نعمل مسلا خلينا نقلكوا كيف فينا نعرف هاعمل ماسك على هيدا اللون انا هيدا عندي مشكلة بالموضوع البنتول بالطبع البريمير فلاحظوا هون اللون طبع هيدا الان ما فيش مبين خليني بس كبير شوي هذا البريمير لازم يحلوا موضوع البنتول بالبريمير بشكل سريع انه احنا اشتغلنا على هيدا اللون لاحظوا انه تركوا هوني ازرق بس لاحظوا تركوا فيون اخضر وفيون احمر هيدا اللون الازرق اذا مبين شايفينه هون اخرين نشوفه هون شفتوا الازرق مبين هو هو لونه ازرق بس فيه اخضر فيه احمر بس كمية الازرق اكتر من اللونين فعشان هيك اه متبهوا تلاتة مكملين بعض ما فيش كل واحد لحال فهذا بخصوص الارجي بي هلأ حنا نتعلم الكلور كوركشن هلأ اه حكينا بهذا بهذا البارد هذا البارد اصلا منه غلط يعني منه هلقدة قسطو قوية خلينا نحكي بهذا البارد هون البارد بقلنا الكلور كوركشن شو بيعمل خلينا ايجي على خلينا احكي هون رح احكي على هيدا الجزء هون اذا بتلاحظوا هون جو الاتموسفير تابعه ازرق هون نحنا رح تحت ضوة لمبة البلدية لونه اصفر يلي هي لونه فلاحظوك شو عنا نحن عندنا لون الاصفر وعندنا لون الازرق طيب اذا هيدا الحات لونه ابيض هو بصار لون ازرق تمام وعندنا هون الخشب اللي هون عندهم لونه ابيض بتلاحظوا لونه قريب للاصفر يعني اقرب من هيك تلاقيكم هيدا الحات الحات اللي جاي ضو على من ضوة البلدية ليكو هون لون اصفر صور واللي مش جاي عليه ضو اعطي لون ازرق مشكلة طبعا مشكلة هيدا الصورة فيها لونين يعني ما فينا نهرب منهم لانه هادا الاتموسفير هيك يعني هيك موجود فكيف نصلحو هلا هون الكلوري كوريكشن بيلعب دوره اول شي بتطلع بالباريد مثل ما قلتلكون هون في عنا اوور اكسبوز يلي هو عنا هون يتضو الشمس اه عفوا ده ضو النهار يعني مش هو نهار يلغل السماء بلاشوا تضيع طيب فوعنا هادا الاسبوت طبعا الضو اكيد بيعمل كمان اوور اكسبوز فخلينا نشتغل شوي انه منا مأسرة معنا لانه بطبيعة الحال احنا عنا اكتر من 95% من الصورة اه اه هجزة زي اما هون بتنحل كيف على اول شي بال اذا وطيت ما هستفيد و اذا عليت ما هستفيد هون مسلا اذا وطيت ممكن استفيد و اذا عليت ممكن استفيد ايضا النقطة اللي بدي لكم اياها والحكي لكم من اهل حلقة السابقة انه شو بستفيد من التنت والكاويت بالانشفت هنستفيد فيها هون هلا اه انا حفوكس على كل شي من هون اللون الوحيد اللي هو سكن تون هقرب شوية على وجه حليقة وجه مانو 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 زابت يعني اذا بوطيت واذا بعلي كتير عليت فيني بوطي لنص تقريبا هاكي اللون البشرة وبوطي شوية على جهة الاخضر وعلي شوية يعني فيني اه بحرك مدرها بدي فبلاحظ ان الصورة فرقت شوي شي بسيط تمام يعني صار عندي تقريبا الاصفر خف يعني هو من اللي هون وصبتنا شوي بال فكتير مهم انه نحنا نرائب الاسكن تون لانه اذا تفترضنا انه نحنا هوا اللي مش موجودين الاشخاص عشو بنا نركز بنا نركز على الابيض طبعا بس الابيض اللي الاقرب يعني اذا انا بفكروا انه بتطلع على هيدا الحات لحتى يكون قريب للواقع لا فعندي هون الابيض هدا واقع بين النص او هون تخلينا نشوف انه هذا بين الهجهة وبان هجهة اللي في ضو تخلينا نصفر شوي هون هنرجع لنا الموضوع كيفيني انا مسلا نعدل الصورة اذا ما كان موجود سكنتون او ما باهمني سكنتون باهمني انا اللون اللي برا معنه مش كتير بحبذ بس خلينا نعتبر ان مش موجودين ما عمل عب حدا هون خلينا نشوف هون عندي اللون الازرق عندي اللون الورانج خلينا نشوف لون الاية اكتر عندي اللون الورانج اكتر من الازرق فخليني اوطي عجهة الازرق يعني الكلفين بوطيه لتحت شوي او عجهة الكلف ده عالكول كالر طيب بلاحظ انه قربت شوي ده الطبيعي طيب هلأ صار عندي تقريبا لون الاكتر ما في شي يعني تقريبا اد بعض فخلينا انا بالويت بالنشفت لحتى اعضل الصورة اعطيه ناكت يعني هجهة اللون الاخضر لانه بدي اهرب من الاصفر اللي هو مش الاصفر اللون بعد فيه لون بتحسوا لون على احمر خلينا نعمل هذا اللون الاحمر بتشوفه هو لون الاصلا الماجنتا ففيني يوطي شوي بهرب من لون الاصفر بس هو مش لون الاصفر هو لون المزيج بين الماجنتا والورم كالر فهيكا بكون انا عدلت صورتي شو سفدت رجعت لمطرحي بدو ما عم بتطلع لهون عم بتطلع هون فهمتو هلا عشان هيك الاسكن تون او اسكن كالر هو مهم ان كان موجود او مش موجود ففيني بالبيك كالر فينا حط هون مسلا اعطينا هدا اللون بس اللي يكون اللون الاتو بيك قديش بيفرق من نقطة لنقطة ملاحظتوا على فكرة انه انا ما كنت مجرب قبل انه هون حط نقطة قريبا للسلايدرز اللي عملتون فين حط على السيارة هون كمان ها ممكن بس ما فينى حط ال white balance selector على الاسفر لانه هدا بدو ابيض بدو شي مش ابيض ابيض بدو شيء ابيض على gray ف هرحطوا هون شوية adjustment مثل ما بدنا نعمل نحن اوكي هذا ال هذا الامهم وحتى بتلاحظوا لما حطيناه قريب لهون لانه هذا النص بيناتون وقريب لل الاريا اللي انا عم صور فيها اعطينا ال skin tone طيب هلا هون شي بقدر اعمل فين عندي highlights هون فيه white بوطي الwhite شفت بوطات شفاي خلينا عالي highlights لانه انا دايما بتطلع شوية هون فبدي عالي شوية highlight تمام shadows يلي هون الشادو زعلت شوية ممكن خليني مسلا ما ارعب الشادو خليني اطلع هون هون بدي اعلى شوية لفوق هون اه فيني مسلا عالي blacks يلي هون عالي شوية لفوق وعالي شوية shadow هلا هون صرنا balance تقريبا وخلينا نزيد contrast كرمال انه يشوفوا هون بتجمعين colors خلينا نفردهم فنفردهم بهالشكل صار عنا صورة قريبة للواقع بعمل black before and after شفتوا قد فرقت هذا هو color correction زيادة عن هال موضي على creative ما قلت لكم خلينا نتخطيها curves على hue vs saturation فينا على اللون الازرع اللي هون فينا اعمل مثلا pick فينا water saturation تمام بس انتبهوا مش انه نحنا نستعمل hue vs hue وانا احنا نتزاكع اللون يعني مسلا افترضنا انه حطيت هذا color pick هون وانا هادا النقطة مسلا خلينا حوله للورنج طب ما في عندكم لون ازرع اصلا غير يعني لون هادا الازرع هادا شو حطه ازرع وخياله ازرع فكلو بدي تغير فلايكو اذا بدي اخدو على جهة الاصفر او الورنج ما بتزبط فغلط بنستعمل بهال لاحظ بهال احيان يعني بهال اماكن هايدي saturation كرمال بنخفي ان اللون تخفف لون الازرع لانا اللون الازرع طاغي شوي وفينا نعلي شوي saturation من جهتين اذا بنعمل pop up للcolor وعلي شوي نعطيه ازرع شوي هادي ايه اللي تركي لانه فيك تستعمل بالcolor correction طبعا ما تستعمل hue vs hue بهالمواضية لانه اذا عم تدقق على لون واحد بجهة واحد يعني بجهة واحدة فعندك لون الازرع منتشر بكل الكادر انتبه لون فهيكو بكونوا عملنا color correction لهيدي الصورة فتخيلوا الصورة انه كنا بالeffect هون نعم لكل شي عملنا وكيف صارت حتى ما اطول عليكم هدا color correction شوفوا قدام وقدام لازم نحنا نتعلم وفي ناس ما علمتنا مظبوط فهذا الدرس لقى لكم وعن جد انا متأكد انه عم تستفيدوا من مواضيع وما بدي اطول كمان ما بدي اذكركم بشترك لايك شير وكما بشير ومشار حتى يستفيد غيرك كمان و سنكمل بالcoloring وبعدين سنفوت بالcoloring بريدينج دعونا ننهي هذه الحلقة وبشوفكم الحلقة الجاي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر